عدم امتثال الاسمين إلى الاستدعاء أو المثول اليوم وأيضا الإجراءات القانونية المصاحبة لاستدعاء ويحيى مع كونه استقال من منصبه وكونه الآن شخصا عاديا في البداية أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام هذا هذا تصرف من المفروض أن لا يكون هذا التصرف وإذا كنا نحترم هذه العدالة التي المفروض أن كل القانون فوق الجميع ومن المفروض أن هذا الاستدعاء الذي تم من طرف سيد قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية لمحكمة سيد محمد من المفروض أن يتم المثول أمام هذه الهيئة القضائية التي تمثل في نظر الجميع أنها هيئة تمثل القضاء الجزائري فإذا لم يمتثل هؤلاء فللأسف أننا لاحظنا في ساعة المفروض ساعة المثول التي يمثل فيها هذا الوزير الذي كان المدير أو المحافظة البنك الجزائر كان ينصب أحد مدرائه في هيئته الوزرية إذن فهذا استهتار واستهزاء بالقضاء الذي كان والذي ما زالوا يعتبرون هؤلاء أنهم فوق القانون وأنهم لا يحاسبون ولا يسألون فهم ورثوا هذه الصفة من خلال العشرين سنة التي قضوها في هذا الحكم في منظومة بوتفليقة التي سواء أمام القضاء أو أمام البرلمان فهؤلاء حكومة أويحيا لم يتم مساءلتها ولم تقدم حساباتها إذن فهؤلاء ما زالوا يحسبون أنفسهم أنهم فوق القانون وهذا استهتار بالقانون فالإجراء الحقيقي أن هؤلاء يمثلون أمام قاضي التحقيق ويقدمون ومن حقهم أن يقدموا دفوعهم ويقدموا دفاعهم فبالتالي فعدم استجابة والمثول للقضاء هو استهتار وعدم انصياع للقانون الذي هو فوق الجميع بعد كل هذا ترجمة نانسي قنقر